كان فاكر اخر سيوي سبورت كان بيتقال ساعتها ان جريده شخصية ضعيفة وان اللعيبة اقوى منه كلام ده كله كلام ده كان مظبوط لا ده جريده مشكلته ان هو خبط في كل لعيبة كبار هو ان هو قاعد لعيبة كبار اصلا كله 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 كان بحد يقدر يغير حسام غالي مش حد يقدر كان بغيره بين الشوتين وحسام غالي بقى ربي برد فعله ايه لا طبعا زعلام وكل حاجة لا بصك انا بقولك في الكرة ما تاخدش على ده انا دايما مقتنى بالموضوع ده في الكرة شخصية بني ادم اللي عنده دم وبيغل وعايز يكسب حاجة وبرد كرة وحسام غالي يسمعش صوته برد كرة حسام غالي احنا كنا كل يوم نروح التمريم مع بعض هو يوم يسوق بعربيته وأنا يوم بعربيته ما بيتكلمش يعني ما بيفتحش بوقه خالص ما تتكلم معان مفيش بني ادم تتكلم حسام غالي يتم التناقل في الاعلام يعني يتم التناقلها في الاعلام يعني عشان غالي بيتخاني مع اللعيبة واللعيبة بس عشان هو رجل هو حسام النادي الاهلي بالنسباله مش اكل عيش حسام واحد يعني هقولك النادي الاهلي وحسام عنده 16 سنة ولا 15 سنة متربي في النادي حسام بجد بيحب النادي الاهلي قوي واللي مش فاهم كده هيزعب من حسام غالي وانا فقوات كتير ولعيبة كتير زالة من حسام غالي لانا بحسام عنيف فرد فعله بس لما تفهم ان هو مش قصده ان هو ياخد لقطة فيه ناس بتبقى عايزة توري الجميل انا بحب النادي ايوا ومش حقيق هو بس بيهجس يعني ايوا لكن حسام فعلا بيحب النادي حسام غالي اللي ما عرفوش هيداق منه ممكن ما يتقبلش ده والليب كتير ما يتقبلوش الموضوع يعني النارفازة اللي عنده بتبقى فلكن اللي يعرف حسام غالي كويس انا حسام غالي هقولك موقف حصل اللي احنا مره لما كنا الاهلي ماشي وهش قوي كنا بلعب الزماليك السوبر اللي هو في دبي اللي هو كسبناه كان كابتن زيزو اللي مسك فترة كده كابتن زيزو انا شفت حاجة ودي ما عمري ما انفعش تقاله ولا حد ولا قولته في حياتي ان حسام غالي انا عارف شخصيصة حسام حسام قوي بطريقة فبتكلم معانا كان بيبطل كان فضله خلاص يعني كان اخر متائل الماتش ده حسام كان اخر سنة لي يعني كำ ان الحسام قويه cardiovascular فبتكلم ان احنا النادي الاهلي منفعش كنا... كنا 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 نكسبتلا في الكاس كنا مشين وحش فعيط عيل اه انا... انا بالنسبالي حسام حسام غالي عمر شفته بقى يعني حسام غالي فاهم ما بي سا... يعني ملي حاضرت الولاي Они بتلاقيه حسام مش منكسل بس بجد النادي الاهلي بجواب طريقة بفظيعة يعني فحسام عاية دمع كده أنا...كلنا يعني اكسبنا موشه داع عن حسام umm حتى حسام انا فاكر لما راح للجميل وقال لهم رفعه راسكو صح انا شوف فاكر اللحظة دي صح مش فاكر مين جاب جون ثلاثة اتنين حسام راح للجميل قال لهم رفعه راسكو احنا نادي الاهلي فحسام اللي بتقول لي عاية هو بيعكن بيقول لكم ايه عشان يوصل لمرحلة تكلم ان انا ببطل ان انا خلاص في اخر ايامي في الكورة ان انا ما تعودش على كده وطبعا ده الجيل ده كله كان جيل عظيم يعني ما تعودوش ان هما الفترة دي كنا وحشين جدا فاللي هو لازم علشان خاطري وهو مكنش بادق مش فاكر كان نبادق المطش ولا قا او نزل فاللي هو يا جماعة عشان خاطري ان انا في اخر ايامي مش عايزة بقي يحسة الاحساس ده فوكسبنا الحمدلله المطش ده النوعية دي بقى من اللعبين الى زي حسام غالي موجودين دلوقتي بتشوفهم في مين مثلا او بتشوفه هو في مين دلوقتي من اللي عنده نفس الحرقة والطاقة دية انه لازم يكسب كل المطشاط بشوفهم في مين يعني شفتها مين شبه حسام غالي في الحتة دي بس اقولك على حاجة عشان انا انديها اللي قابتي فيها يعني مثلا امبي بترجات مش عارف مش جماهيرية فهي برضو الموقف ده محتاج حد لإسماعيلي ماشي حسني عبد الربو طبعا بس انا حسني بزي حسام اكيد يعني حسام غالي برضو بحاجة دي مفي زيه يعني عشان اكون صريح معك حسن عبد الربو بحاجة الاسماعيلي وكل الكلام ده بس حسام غالي بجد بجد هو تخلق علشان يلعب في نادر اهلي حسن عبد الربو كان ممكن يلعب في الاهلي عادي حسن عبد الربو كان يلعب في الزمالك عادي حسن غالي مينفعش يلعب في الاهلي في ايه حسن غالي هو تخلق علشان يبقى موجود في نادر اهلي عشان يبقى يعني يبقى مرتبط بالنادر اهلي فحسام شخصية كيادية جدا وحسام متوقع له انه ينجح اداريا طبعا حسام عشان في الكرة كان صدامي شوية بس دلوقتي اعتقد انه هو هادي يعني اول وحسام لا اكيد كابتن حسام يعني بخبراته وباسمه وبكارزمته وعنده كارزمة برضه خباك مهمة اوي في الحاجات دي عنده كارزمة حسام بتسهله كتير انه حسام شخصية وبعين حسام براك كرة متزن اوي سباك انه هو كرة عصبي ممكن يخبط وكل ده في الكرة لكن براك كرة حسام لما تتكلم معاه شخصية متزنة جدا